رفضت إسرائيل الاتهامات التي وجهتها إليها جنوب أفراقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي حملة إبادة جماعية في قطاع غزة تهدف إلى القضاء على الفلسطينيين وزعمت إسرائيل أمام المحكمة بأن حربها دفاعا عن نفسها وأنها تقاتل الفصائل الفلسطينية وليس السكان دعية المحكمة إلى رفض الدعوة وكانت دولة جنوب أفراقيا أبرزت في دعوتها جرائم المحتل الإسرائيلي الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني مشيرة إلى أنه يهدف إلى القضاء على السكان في قطاع غزة